اشتركوا في القناة صلاة التراويح من قيام الليل في رمضان سمي قيام الليل في رمضان خاصة التراويح لأن السلف رحمه الله كانوا إذا صلوها استراحوا بعد كل ركعتين أو أربع من اجتهاد في تطويل الصلاة ليستأنفوا صلاة أخرى وركعتين أخريين بخشوع ونشاط التراويح جمعوا ترويحة والترويحة معناها استراحة النفس هذه التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة ليال ثم امتنع لماذا؟ قال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل روى البخير المسلم فرأفه ورحمه بأمته صلى بهم قيام الليل في رمضان جماعة عدداً عدداً معيناً من الليالي ثم انقطع خشي ما انقطع عن قيام الليله صلى وحده والصحابة صلوا في بيوتهم لكن لماذا توقف خشية أن تفرض عليهم؟ قشي إذا داوم تصبح فريضة مات عليه الصلاة والسلام فطبعاً زالت الخشية جاء أبو بكر رضي الله عنه كان وقت أبو بكر الصديق الخلافة سنتان ونيف يعني قصيرة مدة قصيرة ومشغول بحرب المرتدين وتأمين الوضع في الجزيرة والتمهيد للانطلاق خارج الجزيرة جاء عمر رضي الله عنه وانشغل بالفتوحات لما استتب الأمر وفتحت العراق والشام والمصر وزمن عمر رضي الله عنه كان طويلاً خلافته نوعاً ما كانت ممتدة بالنسبة للصديق فتفرغ لأمور في الداخل فخرج مرة على المسلمين في المسجد في رمضان يصلون فرادة وفي جماعات كل جماعة كل ثلاثة أربعة جماعة جعلوا لهم إماماً ففكر عمر رضي الله عنه لو جمع الناس على إمام واحد وأحيى السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقطع عنا خشية أن تفرض على الأمة فما دام زال المحذور وكان الصديق مشغولاً على قصر وقته بأشياء عظيمة والفاروق الآن آن الأوان لإحياء هذه الشعيرة العظيمة صار الوقت مناسباً جمع عمر الناس على أبيض كعب وصار للناس إمام واحد وصلاة التراويح في المساجد وأعيدت وعادت تلك السنة العظيمة كان أيضاً من التدابير أنه جعل للرجال إماماً وجعل للنساء إماماً تارةً يعني ولا بأس أن يصل للنساء خلف الرجال طبعاً فيشرع لهن حضور التراويح إذا أمنت الفتنة منهن أو بهن إذا أمنت الفتنة منها أو بها يعني لا تفتن ولا تفتن فتكون متسترة متحجبة لا متبرجة ولا متطيبة وفي الحديث فأرسل إلى بناته ونسائه النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام هذه من أحاديث قيام رمضان طبعاً إذا جاءت متبخرة متعطرة هذه مخالفة وإذا جاءت برائحة البصل والثوم والكراث ورائحة الطبخ تؤذي عباد الله هذه مخالفة ترك الأولاد في البيت ويسمعون الأفلام والأغاوية المحرمات مخالفة إحضار الأطفال المزعجين والتشويش بهم ومعهم المشروبات والمأكولات ورمي حفايض النجاسات يعني في أشياء عجيبة أحياناً تفعلها بعض النساء في المساجد ومنهن من تأمر معروف تنهى عن المنكر تسوي الصفوف لأن بعض النساء تصير فراغات بين الصفوف وما فوضى فوضى في صفوف النساء إلا من رحم الله هناك نساء سبحان الله فقيهات مجتهدات آمرة معروف ناهية عن المنكر لله درهن لله در هؤلاء النسوة لله در هؤلاء الفتيات التي جئنا بالحجاب الكامل إلى بيوت الله يأمرنا المعروف ينهينا عن المنكر يعلمنا أخواتهن يسوينا صفوف النساء وينهينا عن تقذير المساجد يمنعنا تقذير السجاد السجاد وقف تبع المسجد وينهينا عن القيل والقال وارتفاع أصوات النساء حتى يسمعهن الرجال فالشاهد أن هذه عبادة عظيمة والنساء لهن فيها شأننا أيضا وهي إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ولا بأس الإنسان يزيد بعد الإمام في بيته لا حرج مثنى مثنى صار عنده نشاط أراد أن يصلي لا حرج